انفجارات غامضة وجديدة تضربت داخل الايراني من جديد في تصعيد كبير ضد طهران ومن اجل اخضاعها في المفاوضات النووية هذه الانفجارات هي تمت في ثلاثة نقاط في الداخل الايراني هذه هي طبعا الاراضي الايرانية وهذه هي النقاط التي تمت فيها الانفجارات دعونا نبدأ من هذه النقطة اللي هي مدينة كوران ثم ننتقل الى مدينة اردكان ومن ثم ننتقل الى هذه النقطة الجنوبية التي تمثل مدينة اسمها مدينة بارسيان دعونا نبدأ من مدينة كوران الانفجار الذي جاء في هذه المدينة هو اليوم قبل ساعات من الآن هذا الانفجار لو نلاحظ أن هذا الانفجار هو جاء في إحدى المراكز التجارية الموجودة طبعا كما تلاحظون في الداخل الإيراني بهذا الشكل ليس هناك أي أنباع عن أي جرحة أو أي قتلى حتى هذه اللحظة من هذا الانفجار ولكن هذه المدينة هي مسقط رئيس الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني لها رمزية كبيرة جدا كل عملية تحدث في هذه المدينة كذلك إذا ما ذهبنا إلى النقطة الثانية المتمثلة بمدينة أردكان هذه المدينة الانفجار يمكن هو الأكبر مقارنة بكل الانفجارات هذه التي نتحدث عنها اليوم مدينة أردكان هنا في وسط إيران الانفجار هو جاء في كبرى مصانع الصلب الإيرانية في مدينة أردكان بحسب التقارير الانفجار كان ضخما وهائلا للغاية وأدى بحسب هذه التقارير إلى عملية جرح 12 شخصا بحسب التصريحات الرسمية التي جاءت من إيران من رئيس قسم الطوارئ في محافظة يزت اللي هي مدينة أردكان موجودة فيها أكد بأن هناك ستة من العمال على الأقل هم الذين جرحوا في هذه العملية وطبعا كل وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عنها بشكل رسمي مهر نيوز هي التي تحدثت عنها وغيرها وأخذوا هذه التصريحات بشكل كامل ولكن لم تأتي ولم تأتي أي صورة بأي شكل من الأشكال لهذا الانفجار في تعتيم كبير للغاية من قبل إيران تجاه هذا الانفجار أما بالنسبة للانفجار الآخر والذي هو طبعا تم في الجنوب في النقطة الجنوبية هنا هو تم ضد مصفات هذه المصفات هي تابعة إلى مدينة اسمها مدينة باريسيان وهذه المدينة طبعا هذه المصفات جراء الانفجار بهذا الشكل يوم الخميس الماضي في إحدى الأنابيب لتكثيف الغاز الموجودة في هذه المصفات كثيرة هي الانفجارات في أنابيب الغاز تقريبا نحن أمام ثلاثة انفجارات إلى انفجارين في الأسبوع الواحد على ما يبدو بأن هناك تصعيد في طبيعة هذه الانفجارات مستمرة ليس هناك جرحة أو قتلة من هذا الانفجار الذي نتحدث عنه المثير بأن هذا الضغط وهذه الانفجارات المستمرة هي تأتي متزامنة مع ما جرى هنا في هذا اللقاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بحسب تسريبات جديدة نجرت يوم أمس على جروزولم بوست أكدت بأن بني جانس حدد موعدا لليويد أوستن أثناء هذا الاجتماع بأننا سنصل إلى هذا الموعد وفي هذا الموعد سنضرب إيران مباشرة إذا ما استمرت المفاوضات النووية بهذا الشكل وبهذا الإخفاق اللي هم يشوفون من وجهة نظرهم طبعا وحتى من وجهة نظر أوروبا والمثير بأن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي وعلى الرغم من سياسات إدارة بايدن الدبلوماسية إلا أنه لم يعرض هذا الأمر ولم يضع فيتو وهذا اللي ثبتته الجروزولم بوست بحسب مصدر دبلوماسي رفيع أن الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية عندما قدم لهم الموعد من قبل جانس لم يكن هناك فيتو أمريكي وهذا يوضح تماما ظهور بني جانس أيضا يوم أمس في ولاية فلوريدا الأمريكية بهذا الشكل هو ظهر في هذا المجلس اللي هو المجلس الإسرائيلي الأمريكي قبل ظهوره على المنصة والتي أيضا تحدث فيها عن التهديد الإيراني كان هناك مؤتمرا صحفيا قبل ظهوره على المسرح وتحدث وقال بشكل واضح للجميع بأنه وجه بتوجيهات مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد إلى الموعد الذي تم تحديده من أجل هذه الضربة متى هذا الموعد؟ لم تحدده لنيويورك تايمز ولا جروزولم بوست ولا أي صحيفة أخرى أو مصدر آخر ننتظر ونرى ولكن المثير أيضا بأن إدارة بايدن المعروفة بدبلوماسيتها أيضا حققت مفاجئة من طبيعة التسريبات حقيقة نشرتها أيضا حقيقة نيويورك تايمز الجو بايدن بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الموساد الإسرائيلي يوما بعد يوم الرجل وضع الخيار العسكري على الطاولة وهذا الذي نشرته نيويورك تايمز على هذا الأساس مسؤولون أمريكيون بايدن طلب من مستشاره للأمن القومي جيك سولوفن مراجعة خطة البنتاجون المعدلة لاتخاذ إجراء عسكري إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية هنا يقصد المفاوضات النووية بكل تأكيد وهذه قد تعطينا بوضوح وتعطينا تفسيرا وجزءا كبيرا من هذه التصريحات النارية التي ظهر بها قائد القيادة المركزية الأمريكية كينث مكنزي حول طبيعة تواجد الأمريكي في العراق بعد التصريحات الرسمية التي ظهرت من العراق بأنه خلص القوات القتالية الأمريكية خرجت فجأة ظهر وتزامنا مع كل هذه الأحداث التي نتحدث عنها وقال بالواقع وبصريح العبارة بأننا باقون 2500 جندي أمريكي هم باقون في الداخل العراقي ولن يتغيروا وكذلك هناك تزايد في تواجد حلف النيتو وهناك استعداد كبير لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وليس داعش الإرهابي فقط بل قال بأننا نعلن بأن الميليشيات ستهاجمنا ونحن مستعدون لهذا الهجوم وواضح تماما القضية فيها ارتباط بالمفاوضات النووية وواضح بأن الأمريكيون يدرسون هذه الأمور استراتيجيا واضح بأنهم يهيئون في حالة فشل هذه المفاوضات النووية يعرفون تماما بأن الميليشيات في العراق ستصعد وبأن الميليشيات أيضا في سوريا ستصعد ضدهم ويعلمون تماما أيضا بأن التواجد لهذه الميليشيات في سوريا هو كبير بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس أيضا نشروا إحصائيات تتحدث عن أن أعداد عناصر الميليشيات في سوريا تصل إلى 65500 عنصر والعدد الأكبر من تواجد هذه الميليشيات هو يأتي غرب نهر الفرات هذا هو نهر الفرات الذي ترونه غرب نهر الفرات هنا بالمناطق اللي هم مسيطرين عليها تصل أعدادهم إلى 29 ألف من عناصر الميليشيات وبالتالي هم يعلمون يعني إذا انسحبوا من العراق بهذا الشكل فطبعا القواعد الموجودة من حقل العمر النفطي وحقل كونيكو سيكون تحت الخطر وتحت الضغط الميليشيات في العراق ستفتح بابا ودعم اللوجستيا للميليشيات الموجودة وبالتالي ستكون القوات الأمريكية والتحالف الدولي تحت مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة حتى على مستوى قاعدة الحسكة وبالتالي بقاءهم هو الذي سيوفر لهم الدعم اللوجستيا العالي مع هذه القواعد إذا حقل العمر النفطي أو كونيكو وبالتالي بقاءهم ويعتبر عام الضغط وهم يعني كان واضحا كنث مكنزي بأن العراقيون يريدون بقاء القوات الأمريكية ولكن إيران هي التي لا تريد بقاء القوات الأمريكية شاحن كبير في هذه المفاوضات بكل تأكيد وكذلك الأمر المثير بهذا الأمر بأن جريغوري ميكس وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي كان له مؤخرا قرارا متعلقا بعقوبات مفروضة على طائرات المسيرة طرحه في مجلس النواب الأمريكي وهذه القضية تتعلق بمن يشتري طائرات المسيرة من ينقل طائرات المسيرة وغيرها يفرضون عليه عقوبات بشكل واضح هذا القرار الآن وهذا المشروع لمنع الطائرات المسيرة الإيرانية الآن تمت الموافقة عليه في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي والآن طبعا طرحه في مجلس النواب الأمريكي هذا القرار للتصويت عليه تمهيدا لتحويله إلى مجلس الشيخ للتصويت عليه لكي يكون نافذا وتفرض العقوبات بهذا الشكل ليس هذا فحسب بل أن بريطانيا دخلت على الخط مرة ثانية واليوم التليغراف البريطانية أكدت بأن بريطانيا أكدت بأنه إذا ما تمت عملية إفشال للمفاوضات النووية ستفرض عقوبات على إيران وهي تدرس هذا الموضوع ولديها خطة تجاه هذا الموضوع كما نرى هنا في التليغراف ورغم هذه الأخبار التي تبدو مطمئنة بالنسبة لإسرائيل إلا أن إسرائيل متخوفة من قضية خطيرة جدا بالنسبة لهم وسيناريو خطير بالنسبة لهم ألا وهو نجاح هذه المفاوضات والعودة إلى الاتفاقية النووية لماذا؟ لأنه عمليتين صارت مع إدارة بايدن بالتنسيق بين إسرائيل وإدارة بايدن بحسب النيويورك تايمز هنا طهران كما ترونه طبعا في شهر ستة كانت المنطقة التي استهدفوها هي قريبة من مدينة كرج وهي في مصنع هنا كما ترون هنا في هذه النقطة تقريبا استهدف في شهر ستة بطائرة مسيرة وكذلك النقطة الثانية التي تم عملية الترتيب عليها هي كانت في هذه النقطة التي ترونها وهي كانت عبارة عن مصنع للصواريخ الباليستية وهي لا تبعد كثيرا تقريبا 47 كيلو مترا وبالتالي هذه النقطة نسقوا الإسرائيلي والأمريكان عليها بحسب النيويورك تايمز وأخذوا الضوء الأخضر من أجل القيام بهذه العمليات إذا ما جئنا إلى النقطة التي صارت في شهر ستة لكي نتعرف عليها على عجالة في شهر ستة وهنا في شهر تسعة كما نرى في هذا المجمع دعونا نذهب إلى كرج وما حدث فيها هذه هي منشأة كرج لصناعة أجهزة الترد المركزية الوحيدة في إيران كما تلاحظون هنا في هذه النقطة ضربت بهذا الشكل من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية بحسب التأكيدات من النيويورك تايمز وإذا ما انتقلنا إلى النقطة الأخرى سنلاحظ بأن النقطة التي ضربت في هذا المجمع الكامل الذي ترونه اللي هو واضح هو تابع إلى مجموعة اسمها مجموعة الشهيد همة الصناعية ضربت هذه النقطة تحديدا إذا ما اقتربنا منها بالأقمار الصناعية وأي شخص يستطيع الدخول على جوجل إيرث سيلاحظ هذا الدمار الذي حدث بهذه النقطة طبعا من انفجار عبوة ناسفة واضحة هذه كلها جتبي ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وهنا يكون الخوف الإسرائيلي بأنه إذا ما نجحت المفاوضات النووية وعادوا إلى الاتفاق النووي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق بعد الآن لإسرائيل بالقيام مثل هذه العمليات وهذا اللي ثبتت النيويورك تايمز على هذا الأساس إسرائيل قلقة من أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق النووي مع إيران فإن واشنطن ستحاول منع إسرائيل من تنفيذ أي ضربات أخرى ولكن إيران لها رد فعل قوي جدا تجاه هذه التهديدات وقالت بأن الجميع سيدفع الثمن في حالة أي اعتداء بأي شكل من الأشكال يتم ضدنا والتهديدات الإيرانية تصل إلى أغلاق مضيق هرمز تصل إلى تحويل الصواريخ بالقرب من مضيق هرمز كذلك وبالتالي نحن أمام التصعيد عالي للغاية وتظل الأسئلة كم ستتحمل إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر